دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبة في الله في أي مكان في أرض الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج هذا ديننا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أمين اليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث مع حضراتكم عن عبادة هذه العبادة من أفضل العبادات بل هي أعلى مراتب الإسلام هذه العبادة لها عند الله سبحانه وتعالى ثمرات عديدة هذه العبادة هي مراقبة الله سبحانه وتعالى المراقبة كيف تكون المراقبة وما هي ثمار المراقبة وما هي أدرار التي تعود على الإنسان إن لم يحقق هذه العبادة والمراقبة لله سبحانه وتعالى كل هذا نتعرف عليه بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة علينا جميعا مراقبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون في السر والعلم نرى كثير من الناس يراقب الناس ولا يراقب الله يحاول أن يظهر أمام الناس بأخلاق كريمة بدين وتقوى وصلاة وزكاة وحج وعمرة ولكنه إذا خلى بالله سبحانه وتعالى انتهك حرمات الله وتعدى على جنب الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب وجعل الله سبحانه وتعالى أهول النظرين إليه ولكن الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى في السر والعلم ويعلمون أن الله يسمع ويرى وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم وأن الله سبحانه وتعالى يرقب نظراتهم ويرقب حركاتهم ويرقبهم في أي مكان الله سبحانه وتعالى معنا في كل مكان الله سبحانه وتعالى يرانا ويسمعنا ويطلع علينا مهما أغلقت من الأبواب مهما استترت عن أعين الناس فالله سبحانه وتعالى يراك لأنه سبحانه يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويسوق لها رزقها سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا؟ نعم ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى قادر يعلم الصرائر وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها المتعد على حدود الله الذي يصرق الناس ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ سبحانه وتعالى الذي ينظر إلى الحرام ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يتعدى حدود الله بارتكاب الزنا والفواحش ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يظلم الناس والذي يفتري على خلق الله والذي يسب ويشتم ألم يعلم بأن الله يرى؟ لماذا جعلت الله أهول النظرين إليك؟ لماذا يستتر الناس من الناس وعن أعين الناس ولا يستترون من رب الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الله أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى لذلك الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى كانت لهم وكان لهم في الإسلام منزلة عظيمة هذه المنزلة جاءت إليهم لأنهم كان في قلبهم خشية من الله سبحانه وتعالى امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لهم ثمرة أن يأتون في ظل عرش الرحمن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من هؤلاء السبع رجل ذكر الله خاليا ففاضط عيناه رجل أو امرأة ذكر الله خاليا أي أنه حينما يخلو بربه حينما يغلق على نفسه الأبواب يبكي من خشية الله يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى وعلى النقيد هناك أقوام إذا خلوا بمحارم الله اتهكوها هذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال ازتهامة بيضاء بحسنات هذه الحسنات مثل جبال اتهامة بيضاء حسنات كثيرة فيجعلها الله هباء منثورة سلم يا رب سلم يجعلها الله سبحانه وتعالى يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورة ما معنى هذا؟ أرأيت في يوم ريح شديدة وهناك قطن أو صوف منثور فتأتي به الريح فتزيل كل هذا لو كان هناك ريش هذا الريش خفيف تأتي عليه الريح فتجعله هباء منثورة أي كل هذه الحسنات تطير أي أنها لا تنفع أي أنها لا تقبل منه هذه الحسنات الكثيرة التي مثل الجبال ضرب الله ضرب النبي مثلا أنها مثل جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورة قال ثوبان روي الحديث يا رسول الله صفهم لنا أوصف لنا الناس دول جلهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله أرفنا هؤلاء القوم حتى نحضر أن نكون منهم فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون لا إله إلا الله أي أنهم يصلون معكم ويصومون معكم بل أنهم لهم نصيب من الليل من قيام الليل ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لا إله إلا الله أقوام إذا خلوا بمحارم الله سبحانه وتعالى حينما يغلق على نفسه الأبوام حينما يستتر عن أعين الناس ويعلم أنه لا يراه أحد من الناس وإذا به يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى يتعدى محارم الله سبحانه وتعالى يتعدى بالذنوب والكبائر وبذنوب الخلوات هذه الذنوب التي تجعل من الصالح طالحا وتجعل من العالم فاسدا ذنوب الخلوات وقال الله وإياكم منها هذه التي تدمر الأخضر واليابس هؤلاء القوم يفعلون ويراؤون الناس بأعمالهم يعملون حسنات كالجباد ولكن هذه كلها لتغني عنهم يوم القيامة شئ فجعل الله سبحانه وتعالى للذين يراقبون الله كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فقال له وما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه هي المراقبة هذا هو الإحسان في العبادة أن يكون الإنسان محسنا في العبادة يأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر النبي في حديث السبعة قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدق فأخفاها لا يريد أن يعلم عنه شيء لا يريد أن يعلم الناس أنه جواد كريم عنده إخلاص في العبادة حينما ينفق في سبيل الله لا يهم عنده أيذكره الناس بالخير أم لا هو يريد الله سبحانه وتعالى هو يريد الله سبحانه وتعالى هو يفعل العمل خالصا لوجه الله إيمانا واحتسابا ورجاءا في قبوله من الله سبحانه وتعالى لذلك كانت المكافأة وكانت الثمار لهذا الرجل الذي يراقب الله في خلواته الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهذا الرجل أو هذه المرأة التي تصدقت بصدقة فأقفتها حتى لا تعلم شمالها ما أنفقت يمينه ورجل دعتهم رأة ذات موصب وجمال مرأة غنية جميلة صاحبة منصب وجاه وسلطان وراودته عن نفسه فقال ما عاز الله قال إني أخاف الله رب العالمين هذا الرجل الذي راقب الله في خلواته وهذه المرأة التي جاءته فغلقت عليه الأبواب قال ما عاز الله قال إنه ربي أحسن مسواه قال إني أخاف الله رب العالمين هذا الذي يراقب الله سبحانه وتعالى فمن ثمار مراقبة الله سبحانه وتعالى أن يأتي الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله وأيضا من ثمار المراقبة أن يراقب الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل حركاته وسكناته أن يرزق بالذرية صالحة وهذا ما يشغل جميع الناس هذا ما يشغل جميع الناس أن يكون عنده زرية صالحة تنفعه بعد موته إذا مات العبد قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له كل واحد منا يريد الولد الصالح كل واحد منا يرجو من ربه أن يرزق بالذرية الصالحة كيف تأتي الظرية الصالحة؟ وكان أبوهما صالحا كيف تأتي الظرية الصالحة؟ بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وخشية الله في الغيب والشهادة وهناك مثال واقعي ودليل عملي على أن من يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن يرزق بالذرية الصالحة ويرزق بالعلماء ما دليلك؟ كان هناك رجل شاب هذا الشاب كان ورعا تقيا ولكنه كان فقيرا هذا الرجل اشتد به الجوع وذهب يبحث عن طعاما وهو لا يملك درهما واحدا يشتري به طعاما وظل يمشي في الطرقات وفي بستان أمامه تتدل منه هذه الثمار سمار التفاح فأخذ تفاحه من على الشجرة وأكل هذه التفاح وبعد أن أكلها أخذ يؤنب نفسه ويقول أنا الصالح أنا الذي أخشى الله في الغيب والشهادة أنا الذي أراقب الله في كل وقت وحين أأكل حراما أأكل شيئا لا يحل لي وإذا به يذهب مسرعا فيسأل عن صاحب البستان ويطرق الأبواب ويقابل صاحب البستان ويقابل صاحب البستان فيقول له يا عم أنا أكلت تفاحه من بستانك فسامحني أو أنظرني حتى أدفع ثمنها أو أعمل عندك أو أعمل عندك بثمنها قال له الرجل والله لا أسامحك أبدا فظل هذا الشاب يبكي يبكي وهو يخاف أن يكون ارتكب محرما وأكل حراما ثم انتظر هذا الرجل حتى يخرج للصلاة أمام بيته مرابطا يترجاه ويتوسل إليه أن يسامحه فخرج الرجل وقال له يا عم وهو يبكي أتوسل إليك أن تسامحني أتوسل إليك أن تعف عني أو أن أعمل عندك في بستانك العمر كله ولكن لا بد أن تسامحني قال له والله لا أسامحك إلا بشرط قال له ما هذا الشرط قال له أن تتزوج ابنتي ولكن اعلم أن ابنتي هذه عمياء لا ترى وأنها صماء وأنها بكماء أي أنها لا ترى لا بتشوفش ولا بتسمع ولا بتتكلم وهي قعيدة مشلولة يعني كمان ما بتمشيش وإذا به ينزل هذا الخبر على هذا الشاب الذي في مقتبل عمره كالصائقة كيف لي وأنا شاب وأتزوج واحدة لا تسمع ولا تبصر ولا تتحدث ومشلولة فيا تحتاج من يساعدها وأنا أحتاج من يجهز لي طعامي ويساعدني وإذا به يصدأ مقارنة بين ما فعله من حرام وما يعرض عليه من هذا الرجل وإذا به يوافق على الزواج قال يا عم أنا أوافق على الزواج هيا بنا أخذه الرجل وذهب به إلى بيته وعقد على ابنته عقد الزواج وإذا به يدخل على زوجته فهي كالحورية من الجمال كأنها من الحور العين فيتعجب من جمالها وإذا بها تسلم عليه وتقول السلام عليك يا زوجي فيرى أنها تتكلم وتتحرك وتمشي إليه وتسلم عليه فإذا بها هذه القعيدة الذي قال عنها أبوها أنها قعيدة ومشلولة إذا بها تتحرك إليه ثم يحدثها فتسمعه فتعجب قال لها لماذا قال أبوك ذلك وقال أنك عمياء فأنت ترى وأنت تبصري الآن لماذا قال أنك عمياء وأنك صماء وأنك بكماء وأنك قعيدة قالت اعلم يا زوجي أنني عمياء عن كل ما حرم الله وأنني لا أسمع إلا ما أحل الله وأن لساني لا ينطق إلا بذكر الله ولا ينطق أبدا بالحرام وأن رجلي وأنا قعيدة ولا أتحرك إلا إلى حلال فلا تمشي قدمي إلى حرام أبدا فكانت هذه الزوجة الصالحة لهذا الشاب الصالح مكافأة من الله سبحانه وتعالى على أن هذا الشاب كان مراقبا كان خائفا من الله سبحانه وتعالى وكان من ثمرة هذا الزواج هو الإمام أبو حنيفة النعمان كان هذا الشاب الصغير كان هو والد الإمام أبو حنيفة فأكرمهما الله سبحانه وتعالى بالإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان معنا اتصال إن شاء الله أم شمس سلام عليكم أم شمس أيها سلام عليكم عليكم السلام وشمس تفضلي الله يبارك فيكي تفضلي معلش أنا بس أنا ممتي متوفية بقى لها أسبوع بس أنا أنا مش عارف أصبر على فرقة خالص يعني هي كت كل حاجة بالنسبالي يعني هي جات مني ولقتها قاعدة في أصر وكده حرفت إن هي جاية تريحني تقولي أنا كويسة بس أنا تعبانة من غراء تعبانة جامد أنا بقرارها فتحة كل شفية وبدالها بس أنا حتى مش قادرة زورها اليومين دول يعني مش عارف أزورها إزاي عشان طبعا يعني بيقولوا ما ينفعش حد تلعطرة باليومين دول وكده بس أنا تعبانة على فرقة قوي قوي مش عارف أعملها حاجة نفسي لا أنت تقدري تقدري تعمل لها كتير على فكرة يعني أنت يعني الأول أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة وأن يسكنها فسيحة جنته مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم أمنون أولا لابد أن نصبر على البلاء المصائب في الدنيا امتحان يا أختي المصائب امتحان من الله عز وجل وفي النهاية كلنا سنموت فيش حد هيبقى ويخلت في الدنيا ولكن هذه الرؤية التي جاءتك هذه بشرة لك أن ما عند الله خير مما عندك أنت ما عند الله خير مما عند البشر ما عند الله هو الأبقى والآخرة خير وأبقى فإذا كنت أنت شفتيها في الرؤية في منزلة طيبة فهذه بشرة لك حتى يطمئن قلبك ولابد إن شاء الله أن تصبري الشيطان يريد أن يحزنك الشيطان يريد أن يحزن الإنسان دائما يذكره بأحزانه يذكره بمصائبه يذكره بعزيز قد فقده لكن الإنسان إذا جاءه هذا الأمر وظن من نفسه أن لا يتحمل أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا الأمر أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتذكر مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأستاذ أهبة السلام عليكم الله يبارك فيك فضل يا أستاذ أنا عايزة بس أسألك سؤال هو في واحد عمر كبير من الكبير يعني وتب منها من سنين وبعدين دايما بيفتكرها يعني الشيطان بيفقره له وهي الكبيرة دي لها حد يعني فدايما دي عود يتكلم فيها عن الشيطان بيفقره بها وكذا يعني هذا هو ليه توبة ويعرف إزاي إنه ربنا إيه لتوبته طيب حاضر أجيبكم إن شاء الله في أي سؤال تاني بكرة لا أستاذ علي السلام عليكم أستاذ علي أهلا يا مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بلبيتنا الله يبرك لك تفضل سؤال يا سيح تفضل وحي الله أهل بن سويف كلهم وحفظهم الله ورعاهم من كل مكروه وسوء وجميع المسلمين يا رب العالمين وجميع الناس في العالم كله يا رب العالمين تفضل يا سيح والفشل نا والفشل طبعا يعني بالأخص يعني الله يخل به الله يخل به السؤال يعني أنت على الوحل يصلي هو جاعد والأولاد يصدوا وراها وقيف الحج علي محمود اللي معايا أي ده الحج علي ده أخويا يا ربنا يحفظك حج ويبارك لنا في عمرك ينفع حد يصلي وهو قاعد أنا صلي الإمام يعني مصلي بالأولاد هم مواقفين وأنا أصلي على الكرسي تمام يبزع ربنا اشترى ورايا ولا لا حاضر أجيبك إن شاء الله يا حج أجيبك إن شاء الله وربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك ويحفظ الأسرة جميعا يا رب العالمين حاضر أجيب حضرتك إن شاء الله طيب احنا أمو شمس والدتها توفاه الله وأنا عايز يعني أأخذ على يديها إن شاء الله وأعزيها ولكن لابد أن تتذكري مقولة عمر رضي الله عنه قال إذا حدث لي مصيبة لما تجيني مصيبة أتذكر فقداني فقداني للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون الله سبحانه وتعالى قال للنبي إنك ميت وهو أفضل خلق الله على الله فسيدنا عمر يقول لما تأتيني المصيبة أتذكر فقدي لرسول الله ولا يوجد مصيبة أعظم من فقدنا للحبيب صلى الله عليه وسلم ولما أتذكر مصيبة المصيبة أتذكر أنها وأقول الحمد لله أنها ليست أكبر منها يعني ليست المصيبة أكبر من المصيبة هناك مصائب أكبر يعني فيه واحد فقد أمه أو واحدة فقدت أمها وفيه ناس فقدت الأسرة كلها فالحمد لله أن المصيبة لم تكن أي أكبر منها الأمر الثالث كان عمر يقول الحمد لله على أن هذه المصيبة لم تكن في دينه إذا كانت المصيبة في الدين فهي الطامة الكبرى يخسر الإنسان دينه والعياذ بالله فأقول لأختي أم شمس لابد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولابد أن يعود منك على أمك خيرا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ثم الصدقة الجارية أي مبلغ من المال أخرجيه صدقة على أمك أفضل من البكاء والحزن عليها أنت كلما تتذكريها أن تدعي الله لها أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى المتوفى بأن الله سبحانه وتعالى يبدو له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله فأصيك يا أختي بالدعاء وأصيك بالصدقة الجارية الأستاذة هبة تتحدث عن إنسان عمل كبير من الكبائر ويأتيه الشيطان يذكره ويحاول أن يجعله يأس من رحمة الله أقول بداية الكبائر من المبيقات كبائر دي مهلكة للإنسان إن لم يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك امتدح الله عباد الرحمن أنهم لا يفعلون هذه الكبائر وإذا فعلوها يتوبون ويرجعون إلى الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما لو بلغ الذنوب الإنسان عنانا السماء ثم استغفر ربه غفر الله له لو أتى الإنسان بما يقارب من الأرض خطايا وذنوب ومعاصي ليست كبائر فقط ما يقارب من منء الأرض خطايا كما قال رب العزة في حديثه القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة الشيطان يريد أن يدأس الإنسان من رحمة الله والله سبحانه وتعالى يقول نبئ عبادي بأني أنا الغفور الله غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب سبحانه وتعالى ولكنه شديد العقاب فلا يغر الإنسان رحمة الله فلا يغر الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى ويتجرأ على ربه بالكبائر ولكنه إذا فعل يرجع ويعلم أن الله غفور رحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا فعلوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون عدم الإصرار على الذنب المصارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا جاء الشيطان إليه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول إن الله غفور رحيم وأنا لابد أن أحقق أن أحقق علامات التوبة وأصول التوبة النصوح أن الإمام بالله العمل الصالح أن أكون بعد التوبة أفضل مما كنت قبل التوبة الحج علي بيتكلم على أنه هل يجوز له أن يصلي معنى تصلي أم فاطمة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا يا أم فاطمة سلام بني أحفظكم يا رب فضل فضل لو سمحت أنا عايزة نسأل الحرمة اللي هو في أبويا حرمة إيه أبويا أمك وفت السنة الفاتت أمك توفت إمتى توفت السنة الفاتت أه السنة اللي فاتت تمام أمهاي أبويا طبعا جاد وحدة وأنا بس اللي معها إيه ما فيش معاي أخوات ولا حج يعني تمام بس فطبعا عن روحي مثلا نقبيلة مثلا كان حاجة كده أو كده في البيت يعني أنا متزاوية أه فحد هو يعمل يعني يعمل معفية معي هو بيحاول يعني يتجرأ عليك يعني أيوة فأنا طبعا منحك نفسي لما أروحي أفراق تمام تمام طيب هل أنت زكرتي بالله زكرتي بالله يا أم فاطمة يعني قلت له ده من المح يعني محارم ودي حدود لربنا سبحانه وتعالى ودي معصية من الكبائر هل زكر ترتيب الله يعني حكم الله يعني أنا ما قطعته ما رحت لأس أنا ذكرته بربنا وبصلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرجع لأنت عاديه النبي قبعا ما فيش يعني فايدة طيب هل هو هل هو يملك مال للزواج يستطيع يستطيع أنه يتزوج لا هو عيقول أنا مش عايز يتجاوز إنت عايزي تخلين وتعمل حاجتي فخلاص عليك بيان طيب الحاجة اللي هو عملها معاكي يعني ممكن أنت يعني 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 ابتادة بس أنا صبيتها يعني وربنا سمحت شتامت يعني يعني قلت أفضل خار يعني فأنا عايزة خايفة من ربنا خايفة عن حكم بالولدين إحسانا طيب حاضر يا مفاطمة أنا أجيبك إن شاء الله أنت عايزة تعرف الحدود أنت تقاطعيه ولا تصليه ولا ترحيله ولا بترحيلوش إن شاء الله أجيبك إن شاء الله عشان الحرمانية اللي أنا حقيت إنها من ربنا لا حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله حاضر إن شاء الله الحق علي بيتكلم أنه هل يجوز ليه أنه هو يصلي قاعدا وهو الإمام الأمر هذا فيه خلاف بين العلماء هل يأتم القائم بالقاعد ولا لا في بعض العلماء قالوا لا يجوز وبعض العلماء قالوا إذا كان هناك ضرورة فيجوز أن يكون الإمام قاعدا وخلفه المأمومين فإن شاء الله لا حرج بإذن الله أم فاطمة أبوها أحيانا الإنسان لما يكبر في السن يصاب ببعض الأمراض ويرجع إلى مراهقة متأخرة وربنا سبحانه وتعالى يعافينا ويرزقنا العفة يا رب العالمين هي دلوقتي راحت عنده حشان تخدمه وتراعيه وهو تجرأ عليها وحاول أنه يعمل معها أشياء تغضي بالله عز وجل أقول لها لابد أن تبتعدي عن موطن الفتنة يعني إيه يعني وهي منفردة يعني ما تروحلوش لوحدك ممكن طبعا الأمر اللي حصل بينك وبينه ده لا تخبري به أحدا ما ينفعش تعرفي حد وتفضحيه استوري عليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك ممكن تغضي زوجك لو أنت هتروحي تطبخيله أو تكنسيله تغضي حد من أهلك يكون معاك حد يقدر هو يكون يحرج منه وإن لم تستطيع إن لم تستطيع ذلك لو أنت مش أدرة أنك أنت تغضي حد طول الوقت أنك أنت تروحي تقدميه يبقى هتمتني عن ذهابك إليه لكن تتصري به تتطميني عليه وفي صلاتك تدعيله بالهداية أن ربنا سبحانه وتعالى يهديه وأن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه العفة والطهارة وأن ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمته ربنا سبحانه وتعالى يحسن الختام عنده سبحانه وتعالى نكمل إن شاء الله من ثمار المراقبة من ثمار المراقبة قلنا أن يكون الإنسان في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله الأمر الثاني أن يكون هذا الإنسان الذي يرقب ربه سبحانه وتعالى يكافئه الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة واستشهدنا بدليل سيدنا الإمام أبو حنيف النعمان لما رزقاه الله السيدة فاطمة من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك عندي سؤالين يا شيخ لو سمحك اه تفضل معاك انا يا شيخ بصلي مثلا العشاء والشفع والوتر مثلا يعني ونام ولو صحيت مثلا بالليل ساعة 12 اثنين بصلي قيم الليل اثنين مثلا 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 وبس لازم اوتر بعدهم ولا لو انت اوطرتي بعد العشاء لا وتريني في ليلة فممكن لو انت متأكدة لو انت واثقة انك انت هتقومي وهتقيمي الليل وهذه عادتك فأخري الوترة لإني من السنة تأخير الوترة طيب أنا مش ضامن إن أنا هأوم ولا لا ويبقى أصلي قيامي لليل يوم أو يومين وممكن أنام أو تروح علي نومة يبقى لا أوتر قبل ما نام لو أنا خايف إن أنا مش أوتر بالليل يبقى أوتر بعد صلاة العشاء وأصلي من الليل ما شئت ولكن لا ويتريني في ليلة السؤال الثاني ماشي السؤال الثاني أستاذ فاطمة آه ماشي أنا وصمت صمت الست من شوال يعني قدمتهم على القضاء هل في حاجة يعني لا لا حرج في ذلك بعض العلماء يقولون باستحسان أن يصوم الإنسان ست من شوال لأن لها وقت محدد والقضاء معي السنة كاملة وكانت عائشة رضي الله عنها تقدم عليها في شعبان يعني قبل رمضان قبل الشهر اللي هو رمضان على طول وكانت السيدة عائشة تقضي ما عليها وكان ذلك لمنزلة رسول الله منها ولكن لا حرج إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال آه لأستاذ مأمون السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا أستاذ مأمون ألو آه تفضل أسمعك تفضل هاي وعمل شير تفضل يا أستاذ مأمون معلش فيه سؤال إيلا آه تفضل تحت عمرك تفضل الله أحفظك واجزاكم إن شاء الله دلوقتي يعني إيه المقاومات اللي الإنسان يقدر يحمي نفسه بيها من المحاصل بتاعة الخلوات بالذات آه والله سؤال رائع يرجع تاني يعملها بعد فترة يعني آه تمام طيب السؤال التاني السؤال التاني معلش هو مالوش علاقة بالموضوع يعني آه تفضل آه الله أحفظك آه أخ عنده لما أخذ جموسة آه يعني كانت هتولد ورجلها تكسرت آه فاضطر يتباحها قبل ما تموت يعني آه هل لو أنه يأكل من لحمها ويأكل الناس منها مش هي لحقت قبل الموت آه آه طيب قبل الموت ولكن كانت عشار يعني ما فيش مشكلة حتى ذبح العشار أو الحيوان اللي هو عشر يعني حامل لا حرج فيه لا حرج فيه ويؤكل لحم الجنين كمان ما فيهش مشكلة خالص إن شاء الله لا حرج في ذلك السؤال بتاع مقاومات التي تعيني الإنسان على ذنوب الخلوات دي محتاجة بقى حلقة إن شاء الله نحاول بإذن الله نعمل لها حلقة كاملة بإذن الله تعالى أو حلقات لأن الموضوع أصبح والله أمراض متفشية أصبح وباءً يمر بالناس كثر وخصوصا في مرحلة الشباب يعني كلنا نعلم الآن كل إنسان معه تليفون والتليفون عليه نت ويستطيع أنه يخلو بنفسه في غرفته ويدخل على بعض المواقع التي لا ترضي الله عز وجل فهذا السؤال سؤال والله سؤال عظيم جدا نريد أن نخصص له وقتا كثيرا حتى نستطيع أن نقول المرض ده يأتي للإنسان كيف يأتي الإنسان وكيف يعالج الإنسان نفسه منه كيف يعالج الإنسان ذنوب الخلوات وما هي المقومات التي تعينه على ذلك أقول لحضرتك إن شاء الله حاجة سريعة كده حتى إن شاء الله حلقة قادمة بإذن الله تعالى أولا استشعار المراقبة يعني الإنسان لما يشعر أن الله ينظر إليه وهو بيفتع موقع إباحي أو أنه ينظر إلى صور عارية أو أنه يفعل أمرا يغضب الله عز وجل يتذكر أنه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله يراه وهو يفعل هذه المعصية لو استشعر الإنسان في قلبه في قلبه أن الله مطلع عليه وأن الله يراه وأن الله يرقبه وأن الله ينظر إليه وأن الله سوف يحاسبه على هذه المعصية وهذه الكبيرة يوم القيامة يوم الحصرة والندامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مريء منهم يومئذ شان يغنيه في يوم العرض الأكبر تكون الفضيحة حينما يتذكر أنه سوف يفضح على رؤوس الخلائق وأنه من الممكن أن يأتيه ملك الموت وهو يفعل هذه المعصية وأنتم تعلمون أن هناك الكثير والكثير من مات وهو يزني والعزو الله ومن الناس من مات وهو يسمع بعض الأفلام وبعض المناظر التي لا ترضي الله عز وجل ومن الناس من مات وهو يسرق ومن الناس من مات وهو يفعل الكبائر لو جاء ملك الموت إلا هذا الذي يعصي الله يتذكر ماذا بي لو جاءني ملك الموت يقبض روحي وأنا أفعل هذه المعصية سوف يموت على معصية ويبعث وهو يفعل هذه المعصية على رؤوس الخلائق وأعلم أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بُعث عليه فضيحة الفضيل بن عياط يرى إنسانا كبر سنه وكان معرضا عن ربه فقال له كم عمرك قال عمري ستون عاما عمري ستون عاما قال له منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله يوشق أن تصل الذي يبلغ الثلاثون عاما الذي يبلغ الثلاثين عاما منذ ثلاثين عاما وأنت تسير إلى الله صاحب العشرين منذ عشرين عاما وأنت تسير إلى الله يوشق أن تصل معنا الأستاذ أحمد سلام عليكم حاول مرة أخرى أستاذ أحمد إن شاء الله قال له منذ ستين عاما وأنت تسير إلى الله وشك أن تصل فبكى الرجل وقال إن لله وإن إليه راجع قال له ألا علمت معناها قال لعم علمت أنني لله عبد وأنني إلى الله راجع قال يا أخي من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه هل أعددت للسؤال جوابه؟ هل أنا أعددت للسؤال جوابه؟ هل أعددنا للسؤال الله ونحن الآن مستعدون للعرض على الله سبحانه وتعالى؟ نحن الآن مستعدين أن نعرض يعدد علينا أعمالنا ويذكرون أفعالنا فبكى الرجل وقال يا فضيل ما الحيلة؟ قال له الحيلة يا سيار قال وما هي؟ قال أن تتق الله فيما بقى من عمرك أن تتق الله فيما بقى يصلح الله لك ما قد نضى وما قد بقى حينما تراقب ربك فيما يأتي وأن تستغفر إله من كل ذنب فعلته وأن ترجع وتتوب إلى الله توبة نصوحة واعلم أن الله غفور رحيم واعلم أن الله يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عبده وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله سبحانه وتعالى يحب التوابين فتوب إلى الله نتوب جميعا إلى الله محمد أيوة السلام عليكم عليكم السلام تفضلي يا محمد أنا شايتش هذا أزور عشان بنتمتك أنت شايتها هدعم منها عشان إيه؟ الشقة بتاعتها كانت هدعم منها آه فشهدت شهادة زور آه شهادة زور وطبت إلى الله إن هي كانت معجرة الشقة طيب الشهادة بتاعتك دي أو محمد اللي خادت الشقة دي هل هي بتاعتها وتستحقها؟ أيوة بتاعتها ومؤجرها كنون زديد وأنا قلت لا بش معجرها كنون زديد آه لا ممكن بس ممكن تفصيلا محمد يعني أنت شهادة بتاعتك دي هل أحد أو واحد من الناس أخذ حقا لا يستحقه؟ أيوة كانت معجرها قبل كده ديتها 18 سنة ديت لإخواتنا منه كل واحد 8 سنين و10 سنين واللي أخذها منها قاعدتها والشارع عربية وجات هي بقى ألف ساعة عليها كده 18 سنة أنا أخذهم وأنا أأجرت هنا كنون زديد وأخذ الفلوس وأدنهمش حاجة تانية طيب أنت الشهادة بتاعتك كان عبارة عن إيه؟ قلت إيه؟ قلت لا دي هي مش معجرها كنون زديد وهي مؤجرها كنون زديد معجرها إيه؟ كنون جديد كنون جديد آه هي أنت قلت إن هي مؤجرة الكلام ده قلت في محكمة ولا في العيلة؟ لا لا كانت واحدة جاية عن طريق المحكمة إن هي تقول إن هي متأجرة ولا لأ عن طريق محاملة آه طيب الستة اللي هي جاية تقول إنها متأجرة ولا لأ؟ آه مين اللي باعتها؟ المحكمة؟ آه المحكمة عشان إيه؟ مين اللي شاك فيها؟ أخوتها؟ أخوتها؟ لا أخوي أنا بقى أخيالها عمل قضية إن هي ما بديش أخوتها عشان ما بيقبها إيه؟ فأنا وقبت جنبها آه أولا شهادة الزور من الكبائر آه ما أنا عايزة عن بي طبعا إحنا لسه بنقول لو بلغت زنوبك عنانة السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي لا أحد يستطيع أن يقول لله سبحانه وتعالى لماذا غفرت لفلان يبقى لو الزنوب كبيرة ولكن هناك ذنوب للخلق وهناك ذنوب في حق الله طب أنا عمل إيه؟ عايزة عمل إيه؟ لابد أن ترجعي أن تشوفي حد من المشايخ بجوارك وتحكي له هذه القصة وتأتي لبنتك وإذا كان هذا الأمر في حقوق للإخوة لابد أن ترجع إليه لو في حق لواحد من إخوتها أو لخلها أو لحد تاني صاحب الشقة حال تمام؟ لابد أن ترجع الحقوق إلى أهله تحاولي أن الحقوق ترجع إلى أهله إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة